رحمة الله وبركاته مرتضى منصور يكشف شرطا واحد للتراجع عن قرار الاعتذار عن لعب السوبر تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن شرطه الوحيد في التراجع عن قرار الاعتذار للمشارقة في السوبر مرتضى منصور خلال حسابه على اليوتيوب وعبر فيديو أكد على قرار الاعتذار عن المشارقة وذلك اعتراضا على قرار لجنة للسناف التي صدرت اليوم التي قررت تأجيل النظر في ملف كهرباء لحين النظر في طعن الأهلي مرتضى منصور أكد أنه مستعد للتراجع عن قرار الاعتذار عن اللعب في السوبر والسفر مباشرة غدا إلى الإمارات بشرط واحد الشرط وهو إصدار قرار فوري بشكل مباشر بيقاف كهرباء والالتزام بقرارات لجنة الانضباط وتطبيق القانون والوائح معقدا أن القصة قرامة نادي وليس الأزمة في لعب حيث أن كهرباء شارقة في مباراة سانداوينز وخسرة خمسة ولعب أمام الزمانك في السوبر منذ سنوات وخسرة شكرا شكرا شكرا